طبعا. طب انت عينك على ايه في مشوارك الفني عايز توصل لحد فين؟ عايز اوصل يعني ما عنديش سقف. الله. انا ما عنديش سقف مش عايز اوصل لحدة مع اينا. ايه الدور اللي هيشبع موهبتك الفني؟ الدور اللي انا لسه ما عملتوه. اللي تنفسك تعمله. الدور اللي لسه ما عملتوهش. زي؟ يعني طول الوقت. سيرة ذاتية لحد مثلا مهروف. السيرة ذاتية فيه دور انا نفسي اعمله دور زعيم الراحل انوار السلاك. يا الله. يعني انا نفسي اعمل الدور وكنت هعمل. حاسس ان لما لمحك وطريقتك تقدر انك تطوع ادواتك كفنان وتعمل الدور ده؟ كنت بالفعل هعمل الدور في مسلسل بس ما حصلش نصيب. ويعني ان شاء الله يعني حاسس ان هيجي يوم الايام وهيجي للدور ده تاني. انت عارف كده هتبقى بتنافس مين؟ طبعا. طبعا. اللي عمله نفس الدور. طبعا. وليه الشرف. وليه الشرف طبعا. ومقارنة. ايه الاضافة او البصمة اللي هتعملها في الدور ده؟ الخاصة بيك امتا؟ لو جالك الدور ده؟ والله انا ما قدرش انا اقول يعني الجمهور هو اللي هيحكم لما يتفرج. انا لما ناس يعني لما ناس شافوني قالوا لي انت شابه. وانت ما قلتوش. انت شابه. ومناسبة الشابه بقى يعني معلش الدور علامها بس يعني الكلام يعني حاكم. اول ما حريك شفتك بتتقلق افتكرت الاستاذ التمثيل كبير احمد توفيق. محمد توفيق. محمد توفيق. مزبوط. طبعا شفناه في افلام مبيض وسود شفناه في مصرح وشفناه واستاذ في معضم الفلول المساحية. فكرتني بالثقة بتاعه ده بالحجم بتاعه قد ايه هو. انا عيني كمشاهد بتصدقه اول ما بوص في وشه. يعني ما قدرش اروح اتجيب حاجة. عشان هو مصدق نفسه. ما هو ده لو كنت بقول الحقيقة عليه. هو مصدق اللي بيعمله. فحضرتك هتصدقيه. فكل الناس هتصدقه. فهو لما يتفرج على نفسه والمسلسل بيتعرض هيصدق. عشان كده انا باستغرب بالممثل. زي ما قلت الحقيقة. في ممثل يقول انا مش عايز اشوف نفسي. ما بحبش اتفرج على نفسي وانا بمثل. ما كانش فيه اخلاص ساعتها ساعت ما كان بيعمل. انا بحس كده. انا واجهة نظري كده. انا لو بصدق اللي انا بعمله. ب برضو. يمكن المخرجين معاك ساعدوك ان يطلعوا احسن ما فيك. لكن في مخرج عايز يخلص او الوقت الزنق او النهار هيروح. فيقولك يلا خلصنا. او مش شايف فيك اكتر من كده. طبعا. لكن انت بتحب المخرج اللي يطلع منك احسن حاجة اكيد. طبعا اكيد. وبتطلع معاه مختلف. طبعا. لا بشغل خيالي. المخرج اللي هيسيبني براحتي ده. هيخلي الممثل يشغل خياله يعني. ومش كل الناس هتسيبها برضو يعني. انت مش هتسيب كل الم ممثلين براحته. اكيد انت المخرج بيبقى عنده رؤية بيشوف الممثل ده يقدر يسيبه وعنده خيال هيطلع منه حاجة. ده مثلا يعني هي قدرات برضو ربنا سبحانه تعالى ادهالنا كل واحد على قد قدراته. دي براعة المخرج كانت. دي براعة المخرج انه بيبقى عنده رؤية طبعا. بيبقى عنده رؤية طبعا. حضرتك قلت ان حضرتك مش انتقامي في حقيقتك زي عطية. اه. ولا انت ضعيف زي سيد. مضبوط. صح? لو لو طلبت من حضرتك كده تعرفني بالفنان احمد فهين. والله يعني انا بسيط خالص. الدنيا عندي سهلة. اه. بحارب من زمان وبكفح من زمان. الحمد لله ربنا كفقني. اه. فلما لما الحمد لله ربنا كفقني في الاخر خالص. اه. 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 اه تماماته. هوياته. اه. قراءاته. بيحب. بتحب تقرأ. بتحب. بتعمل ايه في وقتك اللي انت ما بتشتغلش فيه بتفرج بتفرج على الناس بتفرج على الناس اللي هنا وصار عيس هنا وبره في كل مكان وزي ما بقول الحراك هتلاقيني في أماكن غريبة مش هتتوقعي ان انا ممكن اكون ماشي فيه هتلاقييني في مولات هتلاقييني في سوق هتلاقييني في حاتة هتلاقييني في كل مكان عمال بتجمع مفاتيح شخصيات بتحطها في العلبة عشان وقت اللي زوم هتعوزها لو انا قفلت علي عربيتي في هي امتهى واقعدت في الفيلا وجبت امن وعزلت نفسك وعزلت نفسي انا كده مش هارفه نفسي انا عن نفسي مش هارفه نفسي انا لازم يكون موجود بين الناس يا حال التأثر وتأثير بالضبط هجيب من ايه طب لما بتقعد في البيت وتقرر تفتح التلفزيون مين من اللي ممكن تفتح تتفرج عليه تشوفه بيعمل ايه في مسلسل ولا فيلم وخصوصا من نجوم الشباب والله كلهم حبيبي اكتر حد بيعجبك مش شباب زوغ من اسئلتي كلها النهاردة لا والله الشباب ولا يعني اي حد انا بحب طبعا المدرسة القديمة طبعا عشان نشجعهم طبعا بحب المدرسة القديمة بحب الاستاذ زكي رستم بحب الاستاذ محمود المليجي الاستاذ عادل ادهم الاستاذ جميل راتب طبعا يعني مش شباب فيه ناس كتير مش عايز انسى حد دول العظامات حبيبي وبتبقى دايما كأنك بتطرق عليه الاول مرة على طول بيديلك الهام مين ممثل مهما بتتفرج عليه من الجيل القديم كل مرة بتشوف حاجة جديدة بتتعلم انه حاجة جديدة الاستاذ بحمود مرسي الله درسة كبيرة طبعا